موسيقى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه حياكم الله وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام لا زلنا مع حضراتكم في برنامجكم توكل في هذا الشهر المبارك شهر القرآن واعلم أيها المبارك فضل هذا القرآن هذا الكتاب العظيم في هذا الشهر الكريم هذا الشهر الذي نزل فيه القرآن حيث قال الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان أيها الأحبة كان سلفنا الصالح رضي الله عنهم إذا دخل عليهم رمضان فرغوا جل وقتهم لقراءة القرآن حتى قال الزهري إذا دخل رمضان فإنما هو لقراءة القرآن ولإطعام الطعام وكان إمام دار الهجرة مالك بن أنس إذا دخل شهر رمضان فرغ جل وقته لقراءة القرآن وترك قراءة الحديث النبوي الشريف فقرأ القرآن ولا يخرج عنك الشهر إلا وقد قرأت القرآن على أقل تقدير مرة فإن السلف رضوان الله عليهم منهم من كان يختم القرآن في رمضان في كل ثلاثة ليالي مرة واحدة كل ثلاثة أيام كان يختم مرة واحدة فلا تضيع رمضان إلا وقد قرأت كتاب الله كله مرة على أقل تقدير فإن قرأت القرآن أكثر من ذلك فأنت على خير كثير واسمع ماذا قال لك الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم من حديث ابن مسعود قال عليه الصلاة والسلام من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشرة أمثالها لا أقول لكم ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف وفي صحيح مسلم من حديث أبي أمامة أنه صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه وفي الصحيحين من حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم قال الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة أي مع الملائكة والذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران فللقارئ أجر على قراءته وأجر على مشقته وصبره على هذه المشقة وفي الصحيحين من حديث عمر بن عمر أنه صلى الله عليه وسلم قال لا حسد والحسد هنا بمعنى الغبطة إلا في اثنتين لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار ورجل آتاه الله مالا فهو يفقه آناء الليل وآناء النهار فيا أيها الحبيب الكريم اجعل لنفسك في رمضان وقتا لقراءة القرآن وضع لنفسك من اليوم برنامجا عمليا للطاعة واعلم أن أعلى هذه الطاعات في رمضان أن تفرغ جل وقتك للقرآن الكريم و والله لقد هجرت الأمة القرآن في هذه الأيام هجرا مروعا والهجر أنواع كما قال ابن القيم طيب الله ثراه هجر التلاوة وهجر السماع وهجر التدبر وهجر العمل بأحكامه وهجر التداوي به و يوم أن هجرت الأمة القرآن أذلها الله ولا عزة ولا كرامة لهذه الأمة إلا إذا عادت من جديد إلى أصل عزها و شرفها وهو كتاب ربها سبحانه وتعالى كما قال تعالى فمن اتبع هداي فلا يضل و لا يشقى و من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا و ها نحن نرى الأمة تعيش عيشة الضنك و الشقاء في كل مجال من مجالات الحياة و ما ذاك إلا يوم أن أعرضت عن كتاب الله أسأل الله جل في علاه أن يرد الأمة إلى القرآن ردا جميلا إنه ولي ذلك و القادر عليه أيها المبارك اجتهد في قراءة القرآن بنية خالصة لله تعالى و قلب حاضر و تلاوة بتأني و تروي بدون عجلة و لكن بتدبر و فهم و وعي و ترتيل و قد قال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم و رتل القرآن ترتيل و إذا قرأت بعضا من الآيات و فهمت ما فيها فاسأل نفسك عن تطبيق ذلك و العمل به اجمع بين الفقه في القرآن و العمل بما تعلمه و قد قال الله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبر آياته و ليتذكر أولو الألباب وللعقول إذن إذا تيسر لك أن تتدارس القرآن مع بعض طلبة العلم ممن هو عالم بالقرآن و معانيه و أحكامه ليفيدك في بيان الآيات و شرحها فذلك أمر طيب و ابحث عن من تدرس معه القرآن في ليالي رمضان و إذا كان من أولادك و أهلك ممن يسهل المدارسة معهم أو من محبيك فهو أفضل فإن مدارسة القرآن في شهر رمضان و تفهمه من أفضل الأعمال الصالحة و قد قال ابن عباس رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه و سلم أجود الناس و كان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل و كان يلقاه في كل ليلة من ليالي رمضان فيدارسه القرآن فلرسول الله صلى الله عليه و سلم أجود بالخير من الريح المرسلة و إذا حصل لك المدارسة للقرآن و فهمت بعضا من الآيات فكن مطبقا لها فورا و من ذلك أنك ستمر عليك آيات مثل آيات الإنفاق و الحث على فعل الخير فكن جوادا كريما بكل خير و عطاء و صدقة لم يتيسر لك أحد من طلاب العلم فخذ لك تفسيرا ميسرا للقرآن بحيث تراجع الآيات التي قرأتها في هذا التفسير الذي يعينك على فهم القرآن فهم مراد الله تبارك و تعالى و ليكن التفسير من التفاسير التي هي على منهج سلفنا الصالح في العبادة و العقيدة و الأخلاق و اقرأ القرآن في شهر رمضان على قدر الاستطاعة ثلاث مرات أو مرتين أو أكثر أو أقل ولكن المهم لا تترك القرآن لأن هذا الشهر هو شهر القرآن و عندما تتل القرآن زين القرآن بصوتك فقد قال صلى الله عليه وسلم زين القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا و اقرأ قراءة الخاشع لله الذي يخشى الله يعني بظهور ذلك في قراءته و قد قال صلى الله عليه وسلم في حديث جابر أنه من أحسن الناس صوتا بالقرآن الذي إذا سمعتموه يقرأ حسبتموه يخشى الله إذن اقرأ القرآن في رمضان أو غير رمضان وتدبر في قراءة القرآن و من ذلك التدبر إذا مررت بآية فيها ذكر الجنة فاسأل الله الجنة و إذا مررت بآية فيها ذكر النار فاستعذ بالله من النار و إذا مررت بآية فيها ذكر الرحمة فقل اللهم ارحمني أو نحو ذلك أو بآية استغفار فاستغفر الله أو آية تسبيح فسبح الله أو سؤال فاسأل الله أو بآية فيها ذكر آيات الله مثل كالليل والنهار والشمس والقمر و كل ما خلق الله فتفكر في هذا الخلق الذي فيه دلالة على قدرة الله العظيم و في كل شيء له آية تدل على أنه واحد لتعود ذاكرا لله قائما و قاعدا و على جنبك و قد ازداد الإيمان عندك بل إذا قرأت القرآن في النوافل فافعل كما كان صلى الله عليه وسلم يفعل فإنه صلى عليه الصلاة والسلام صلى ليلة فكان إذا مر بآية فيها تسبيح سبح و إذا مر بسؤال سأل و إذا مر بتعوذ تعوذ اعمل لك و لأهلك في رمضان برنامجا مع القرآن و من أفضل المدارسة للقرآن أن تكون في المسجد و قد قال صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قومه في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله و يتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة و غشيتهم الرحمة و حفتهم الملائكة و ذكرهم الله في من عنده يا له من فضل كبير فاحرص على ذلك أيها الحبيب تأدب بآداب قراءة القرآن المستحبة فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم عند قراءة القرآن و إذا مبررت بآية سجدة فاسجد لله تبارك و تعالى و أعلم أيها المبارك أن الله جعل الخيرية بتعليم و تعلم القرآن حيث قال عليه الصلاة و السلام خيركم من تعلم القرآن و علمه و يقول عليه الصلاة و السلام مثل الذي يقرأ القرآن و هو حافظ له مع السفر الكرام البررة و مثل الذي يقرأ و هو يتعاهده و هو عليه شديد فله أجران نعم و يقول عليه الصلاة و السلام إن لله أهلين من الناس قالوا يا رسول الله منهم قالهم أهل القرآن أهل الله و خاصته نعم و إليكم هذه القصة لصحابي جليل كان يحب القرآن و يقرأ القرآن إنه أسيد بن حضير رضي الله عنه يقول بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة و فرسه مربوط عنده إذ جالت الفرس يعني هاجت الفرس و ابنه يحيى بجانبه صغير كان صغيرا فيقرأ القرآن كان يقرأ في سورة البقرة فجالت الفرس فسكتت فسكت فسكتت فقرأ فجالت الفرس فسكت و سكتت الفرس ثم قرأ فجالت الفرس فانصرف و كان ابنه يحيى قريبا منها فأشفق أن تصيبه فلما اشتره يعني رفع رأسه إلى السماء حتى ما يراها فلما أصبح حدث النبي صلى الله عليه و سلم فقال له عليه الصلاة و السلام اقرأ يا ابن حضير اقرأ يا ابن حضير قال فأشفقت يا رسول الله أن تطأ يحيى بحوافرها و كان منها قريبا فرفعت رأسي فانصرفت إليه فرفعت رأسي إلى السماء فإذا مثل الظل فيها فيها أمثال المصابيح فخرجت حتى لا أراها قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أو أتدري ماذاك قال لا قال تلك الملائكة دنت لصوتك ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم سبحان الله الملائكة نزلت تسمع صوت و سيد ابن حضير قال هذه الملائكة نزلت و اقتربت منك لتسمع صوتك و لو بقيت تقرأ لبقت هذه الملائكة تنظر حتى الناس ينظرون إليها و لكنه خاف على ولده يحيى إنه القرآن إن الله يرفع بهذه الأمة بهذا القرآن أقواما و يضع آخرين كان النبي صلى الله عليه وسلم يوما يسير مع السيدة عائشة فسمع الصوت جميلا يقرأ القرآن فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى صاحب هذا الصوت فلما وصل إليه إذا به إذا به سالم مولى أبي حذيفة سالم رجل بسكين عبد يعني كان خادما و لكنه كان يحب القرآن فلما نظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم و إذا به سالم قال لي عائشة يا عائشة هذا سالم مولى أبي حذيفة الحمد لله الذي جعل سالم من أمتي الله أكبر هذا القرآن يرفع عقوام و يضع آخرين أبي من كعب يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أمرني أن أقرأ القرآن عليك فقال أبي أسماني باسمي يا رسول الله قال أقره على أبي سماني باسمي قال نعم يا أبي لقد سماك باسمك وقال اقرأ عليه القرآن الله ما أعظمها من ليلة تلك الليلة على أبي الذي ذكره الله باسمه نعم أيها الأحباب إنه القرآن هذا القرآن الذي بين يدينا هو كلام الله المعجز المنزل الذي نسأل على النبي عليه الصلاة والسلام هو المعجزة الخالدة فلا نريده أن يكون يعني مجرد يعني هدايا للضيوف أو نركنه فقط على الرفوف نريده منهجا في حياتنا نسأل الله أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته وأن يجعلنا نختنم هذا الشهر المبارك في تلاوة القرآن وتدبره وتعلمه إنه ولي ذلك والقادر عليه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر